اعلن سعادة سيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموار القاصريين ومن في حكمهم اعلن الانتهاء من انجاز المشروع الاستثماري مربد جاردن فيوز في منطقة الجسر بالتعاون مع القطاع القاصي تعم جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من أعضاء المجلس بمناسبة الانتهاء من المشروع بشكل كامل يمثل مشروع مربد جاردن فيوز الذي تم تسليمه مؤخرا لإدارة شؤون وأموال القاصرين نموذجا للمشاريع الناجحة والتي تنفذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص حيث يطبع المشروع استثمارات إدارة شؤون وأموال القاصرين بوزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وقامت شركة إسناد للإدارة العقارية بإدارته كممثل ملك منذ البداية وتم تسليمه كاملا في الفترة الزمنية المخططة بأعلى معايير الجودة وبأسعار تنفسية المشروع يمثل نغلة نوعية في استثمارات أموال وشؤون القاصرين الحمد لله المشروع بدأ من 2019 التخطيط له واليوم نقف بمناسبة انتهاء تنفيذه وتدشينه اليوم فإن شاء الله نطمح أن هذا المشروع يحقق عاعد كبير في استثمارات الإدارة ويعتبر تطوير في عالية عمل الإدارة وتنفيذ المشاريع رئيس وأعضاء المجلس اطلعوا خلال الجولة والعرض الذي قدمته شركة إسناد على تفاصيل المشروع ومراحل إنجازه حيث يتألف من 43 فيلا تحيط بها مرافق متكاملة ومنها ناد صحي وبركة سباحة وصالة متعددة الاستخدامات وملعبا للأطفال ومناظر طبيعية ومساحات خضراء كما تم بناء وحدات المشروع بما يتوافق مع مواصفات المباني الخضراء الصديقة للبيئات والموفرة للطاقة فيلا المتميزة تمتاز بالطابع الهندسي المتطور من ناحية التكلفة في أشاد الكهرباء والمياه والعازل الحراري هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية لاستثمارات وزارة العدل متمثلة في مجلس إدارة أموال قاصرين للحصول على عائد مجزي يعود بالمنفع الكبير على القصر في هذا المجلس مشروع مربد جاردن فيوز تم تنفيذه وفق الخطة الموضوعة وذلك باستغلال الأرض الكائنة بمنطقة الجسرة والمملكة لإدارة شؤون وأموال القاصرين بهدف استثمارها بما يحقق أفضل العوائد لصالح تركات القصر ومن في حكمهم وبما يصهم في دعم مسارات التنمية المستدامة مشروع مربد جاردن فيوز أحد أهم المشاريع الإسكانية الجديدة في مملكة البحرين والذي يأتي استمرارا لعمل مجلس الولاية على أموال القاصرين للمساهمة في تنمية استثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة الاستثمارية بما يخدم أبناء البحرين من القاصرين ومن في حكمهم خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرون